أكد الباحث الإسرائيلي طالباري من معهد أبحاثه علم أن استهداف موقع يتمركز فيه منطاد تحذير تابعا للسلاح الجو الإسرائيلي يتيح لحزب الله تشويش الصورة الاستخبارية لإسرائيل وأشار في صحيفة معرف الإسرائيلية إلى أن حزب الله يكثف محاولة إعماء الجيش الإسرائيلي وسيدف مختلف وسائل المراقبة لدى الجيش وأوضحت أن في منطاد المراقبة كاميرات في زوايا عديدة ما يسمح برؤية مساحات شاسعة وفي الواقع كل جنوب لبنان أكد المراسل العسكري في ذاعة جيش الاحتلال أن مئات الآلاف دخلوا هذا الأسبوع في نطاق النيران التي تطلق من لبنان وقال في منشور عبر التليجرام أن حزب الله ينفذ هجمات نوعية أكثر وأبعد وبوسائل قتالية متقدمة وإظهروا جرأة متزايدة في مقابل إسرائيل وأضاف المراسل أن إطلق عشرات الصواريخ على قاعدة ميرونا أصبح أمرا طبيعيا